يعوض مكتب رعاية الطفولة والأمومة وذوي الإحتلاجات الخاصة في مدينة الرستان شيء من الحرمان الذي يعيشه الطفل في ظل السنوات الأربع الماضية ويقدم بعض الأمور الضرورية مثل حريب الأطفال ويقدم أيضا بعض الأدوية للمعاقين وذوي الإحتلاجات الخاصة وفي لقاء خاص مع الأنسامة أيوب رئيسة المكتب تشرح فيه حال المكتب وكيفية العمل فيه هذا اللقاء خاص لقناة الجسر الفضائية يقدمه أنس أبو عدنان أهلا وسهلا بكم أنسامة أهلا وسهلا بكم بقناة الجسر الفضائية باركبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بداية أنسامة متى تم إنشاء المكتب وكيف بدأت الفكرة تم إنشاء المكتب بفضل من الله سبحانه وتعالى منذ بداية السورة الفكرة نشأت أنه فكرنا أنه أنا وبعض من الصديقاتي أنه لازم نقدم شيء ويقول إنه بصمة بإذن الله بهذه الثورة المباركة ثورة الحق والكرامي فاخترنا جانب إنساني وهو رعاية الأطفال ورعاية معاقين في هاي المدينة المحاصرة يصلى أربع سنوات محاصرة من كافة الجهات من الجوانب الأربعة مطوعين على العالم الخارجي من السماء عن طائرات الأسد وبراميله ومن الجوانب الأخرى عمنا الكتائب من كتيبة الهندسة من الشرق وكتيبة من الشمال وكتيبة المشرفة من الشرق فبلد محاصرة أصبحت هناك احتاجات طرورية لأننا نقوم بالدورنا الإنساني والأخلاقي والديني اتجاه هنا بهذه المدينة كيف بدأت الفكرة واختصت بالأطفال والمعاقين؟ بدأت الفكرة أنه أنا كنت سابقا مدولة روضا فاهتمامي كان بالأطفال لذلك كل حبي متوجهة بالحقيقة للأطفال فكان هذا السبب اللي خلاني أني أنا أختار شو بدي أعمل بثورة الكرامة؟ إذن لازم أنا أهتم بالدور اللي أنا بأجي دور اللي أنا بقدر أني أقدم في شيء كوة الأطفال متابعة رعايتهم كوننا نظر عندنا مدارس نظر عندنا رياض أطفال لحتى نهتم فيهم إذن على الأقل نحاول أن نساعدهم غذائيا لحتى نقدر نضمن بقاءهم على قيد الحياة وبصحة وعافية حتى يقدروا يشتازوا هذه المرحلة ويكونوا هنا كمان بنات لسوريا القادمة فكانت أنا ورفقاتي اخترنا أن نأسس مكتب رعاية الطفل الأمومي وإذن بالإحتاجات الخاصة يلي يقدم خدماته للأطفال وللمعاقين بمدين ترستان نحن نتحدث عن عمال المكتب هل هم متطوعين أم قالنا لهم راتب شهري وكم عدد هؤلاء العمال بدأنا أنا ورفقاتي تنتين بعدين بفضل منواع سبحانه وتعالى بعد استياد أعداد الناس في سجلناهم سواء الأطفال أو المعاقين احتجنا إلى شباب وصبايا تانين قدرنا الحمد لله رب العالمين صار في عنا هلأ 18 متطوع كل هذا المتطوعين في وجه الله تعالى ما فينا رواتب نهائيا ولا عنا جهة بتعطينا هذا الناحية المادي أبدا أبدا وحتى نحن لما فكرنا ببناء هذا المكتب ما كان هدفنا مادي بقدر ما كان هدفنا أنه نحن نأمن دعم لشراء حليب أو احتياجات المعاقين ونقدمها للناس يعني نحن هدفنا أنه نخدم الناس أكثر ما أنه هدفنا نفكر بالناحية المادي نعم ما هي الخدمات التي يقدمها المكتب بقدم المكتب خدمات نتمرت لك لفئتين شريحات موجودة بالمجتمع أخذنا شريحة الأطفال فئة الأطفال منقدم لهم حليب منقدم لهم فواط سابقا كمان كنا نهتم وحاليا بالرعاية الأم منقدم لنا ندوات للأم المصحية من مستدعي طبيب بيشرف على صحة الأم نعم لها كنا سابقا كنا سابقا نعملين بشكل سروعي دورات للأم توعية نستدعي طبيب وبيعمل لها توعية للأم عن أهمية الأرضاع الطبيعي عن كيفية الاهتمام نعم لك أن سمحة أنت تركزين كثيرا على كلمة سابقة نعم وهل لا يوجد الآن من هذا المدروح نعم حاليا هذا الموضوع تم إلغاءه ويؤسفنا أنه تم إلغاءه بسبب القصف الروسي وبسبب القصف الطيران الأسدي على مدينة رستن فمن خوفنا على التجمعات ومن حرصنا على سلامة الأمهات وسلامة الأبناء وسلامة الطبيب البدوجي يعطيهم هذه الفترة للتوعية حرصا على سلامتهم وعلى حياتهم وقفنا هذه الفكرة وتركناها جانبا لكن هي ضرورية جدا هي مهمة جدا لكن مثل ما قلت لك سبب القصف هو اللي خلانا نلغي هذه الفكرة إلى إشعار آخر ضلينا تحتيت القصف نعمل من أجل تقديم الحليب للأطفال وأيضا الجانب الآخر اللي يقدم الخدمات بهذا المكتب أنه نحن مهتم بكل المعاقين الموجودين في مدينة رستن اللي ازدادت نسبتهم إثرت أيضا القصف صار في عنا كان عنا أعقاد سابقة وصار في عنا إعاقات جديدة كان سابقا ما كان عنا إعاقات البتر بهالدرجة الموجودة هلأ ما كان عنا أزياد العيون مثل هلأين موجودة ما كان عنا إعاقات الشلل مثل هلأ ما موجودة نتيجة القصف نتيجة تركيز الحصار على مدينة رستن واستهدافها من كافة الجهات صار في عنا إعاقات كثيرة لذلك نحن هلأين نهتم بجانب المعاقين رستن وريف حمص الشماري نحن نحتم فيهم من أجل تقديم خدمات ولو بسيطة إلهم حتى نتجاوز نحن وياهم نخفف عنهم معاناتهم نعم ما هو عدد الأطفال الذين يقدم لهم المكتب مين موادد؟ عندي أطفال 1650 طفل منقدم إلهم الحليب من عمر يوم لعمر السنة وطبعا أتمنى أن أقدم لهم حليب لعمر سنتين كونه لفترة الرضاعة في سنتين لكن لقلة الدعم عم نكتفي لعمر السنة لحتى بس يجتاز مرحلة الخطر ومرحلة الجوع وكذا المعاقين عدد المعاقين عنا 1250 معاق كمان من مختلف الإعاقات الموجودة عنا ما تقدمون للمعاقين؟ المعاقين من أقدم لهم حاليا بالحد الأدنى من أقدم لهم الفوط لفئة المشلولين وهي أهم شيء لأنه المشلول بحاجة هذه المادة جدا هي أهم شيء عنده ونتيجة كمان نقص الماء ما في ماء ما في مؤواد تنظيف الناس تعاني من الفقر فهو بحاجة تمادة التفوط بشكل لا يصف فأول شيء نحن نركز على تقديم لفئة المشلولين مادة التفوط ونقدم العكازات للمبتورين الأطراف ونقدم الكراسي للمشلولين كذلك عنا إنشاءنا صيدلية بفضل من الله سبحانه وتعالى للأمراض العصبية هي صعي بداية نواة صيدلية بسيطة لكن نحن أحلامنا كتير كبيرة وإن شاء الله نتمنى أنه تكبر ونقدر نخدم المعاق كأسرة معاق وأسرته نقدم لهم أدوية ونحاول نأمن كمان عدد من الأمور الخدمية الأخرى للمعاق مثلا ينتقل من مكان لمكان المعالجة الفيزائية كمان ناخد بإيده لمكان المعالجة الفيزائية ولو أنه هو نحن في مدينتنا نفتقر لهذا الجانب بشكل كبير بسبب الحصاب قبل التصوير كنت أتكلم أن المكتب كان يسمى ريف حمص الشمالي الكامل لماذا أختصر هذا المكتب على الرستان أعتقد نعم بداية إنشاء المكتب كان عدد الموجودين في مدينة الرستان فقط بما لا يتجاوز 200 شخص نتيجة ترحيل كل الناس وهجرتهم من مدينة الرستان وكان حتى بالريف كمان ما كان عدد كثير كبير فلذلك بدأنا أنه نحن نخدم الأطفال بمدينة الرستان وريفها كل الريف الشمالي لكن لما عادوا الناس ورجعوا وسكنوا ببيوتها رغم القصف ورغم أنه بيوتها مقصوفة ورغم أنه ما فيها أدنى أدنى وسائل الحياة ورغم أنه أبسط أمور الحياة هون بمدينة الرستان مفقودة أو بالريف رجعوا وسكنوا لأنه صار واقع هيك كتر العدد عندي كبر العدد هل كبر هذا خلنا وقلة نعدام الدعم ما ظل فيه دعم يكفي لكل الريف اقتصرنا عادي أنه فقط عم نخدم مدينة الرستان يؤسفني جدا أنا بتمنى يكون في عندي دعم أن يخدم مو بس أطفال الريف الشمالي نعم في هذا السياق ما هي الصعوبات التي تواجه المكتب الصعوبات التي تواجه المكتب أول كتير طبعا لكن أول صعوبات هي بتواجهها قلة الدعم من عدم تماما كل الدعم اللي بيجينا هو من معارف من أهى من أصدقاء من أقارب بالخارج حوص بشكل خاص ما عدا بفضل من الله سبحانه وتعالى في عنا بشكل شهري منذ عام 2014 لغاية الآن في عنا لجنة الوفاء التركي غاسة محافظة حوص برك الله فيهم ملتزمين معنا بشكل شهري بيعطونا مبلغ معايا من المال منقدر أنه نحن نقدمون للناس بمرات حدي بمرات فوط لكن بشكل عام المكتب يعاني أول صعوبة أنه ما في دعم لإله اثنين منعاني صعوبة أنه تأمين المواد بسبب الحصار يعني حتى أحيانا ما منقدر نجيب الحليب لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم نحن نجيبه بطرق كثير صعبة لحتى نوصله لداخل المتينة عنا كمان صعوبة بالتواصل ما في عنا مثلا سيارة لأنه نحن نروح نزور المعاقين لأنه نحن نشوف لأنه يكون في قلة دعم مالي ما تقدر أنك تقدر تشرف على كل العمل نتيجة أنه كل حركة بدأ بالدماء الصعوبات الثانية من عالمنا أنه عدم وجود طبابة للمعاقين عدم وجود مراقل صحية عدم موجود أطباء بشرف بشكل كامل على الإعاقات عندنا كثير من الصعوبات نحن نتمنى بالمستقبل أن نزور نعم عنسي ما بالنسبة لخدمة توزيع الحريب ما هي الآلية التي تعتمدون عليها وكيف يتم تأمين الحريب في ظل حصار الخانق عريف حمد الشمالي نعم اعتمدنا آلية منذ بداية نشأة المكتب أنه أول نعتمد على بطاقة اللقاح يعني الطفل يكون متلقح من المستوصف بطاقة اللقاح منحدد علي المواليد ومن نقسمة كان طفل صغير لدينا حليب رقم واحد من عمر يوم لعمر ستة أشهر ومن ستة أشهر منعطيه رقم واحد حليب ومن ستة أشهر للسنة منعطيه رقم اثنين آلية أنه نترخ مناخر توثيق كامل العائلة على بطاقة اللقاح ومنعطيه كل أسبوع حسب حاجته إذا كانت الأم تردع فنحن منعينه وإعاني كل أسبوع عين علبة وإذا كان الوالدة لا تردع لأن الأم لا تردع أبدا ونعطيه بشكل أسبوعي عربة حليب فالطفل يأخذ معنا شهرين أربع علبة حليب هاي أقصى طاقة منقدر يتم تأمين الحليب بصوبة جدا جدا أحيانا نضطر أن نقطع مع البحر أحيانا يجيب على المتورات أحيانا يشتر لشباب حواجز للنظام لحتى يتم إدخال إلى مدينة رستان يعني تدخل على مدينة رستان سلاح ولا تدخل عربة حليب فكتير عماني جدا جدا من تأمين الحليب للأطفال لكن بفضل من الله منذ أربع سنوات ما توقفنا الله سبحان وتعالى دائما يفتح لنا أبواب ويهيئ لنا قلوب رحيمة لأنه تمتنا بالدعام أو أنه يتأمل الطريق لتدخل الحليب للأطفال رستان لكن نحن حاليا في الفترة التي نحن موجودين فيها فنحن على شفة كارثة إنسانية في مدينة رستان سواء بالنسبة للحليب وسواء بالنسبة الاحتياجات المعاقين سواء من طعام أو لباس أو تدفئات طوال نحن نحن ببداية الشتاء على أبواب الشتاء والوضع عنها ترصاد ما هي أنواع الإعاقات التي يتم تسجيلها في هذا المكتب أنواع الإعاقات التي نحن نسجلها كافة أنواع الإعاقات من استجل إعاقات الحركية من استجل الإعاقات السهنية من استجل الإعاقات المختلفة والإعاقات الحواس كل الإعاقات مسجلين عنها لكن أكثر شيء نحن نقدر نقدم لهم هين الخدمات هي الإعاقات الحركية كون نحن نقدر نقدم لهم سواء العكازات أو الكراسي فهذه أكثر شيء أو الفئة المشلونية نقدم لهم فور لأن هذو الأكثر الإعاقات نقدر 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 نقدم لهم لكن نتمنى وحلمنا أن نقدم لكل الإعاقات أحتياجاته نعم أغلى الحديث كان عن المعانات والمعانات التي مرتفقة بالدعم هل هناك مصدر للدعم ومن أين يأتيكم الدعم وهل هو خاص سبق وقالت وأشارت أنه لا يوجد لنا دعم خاص لا يوجد لنا دعم عام لا يوجد لنا جمعية رائية نحن بشكل شخصي نقدم لنا ندعم للمكتب والحمد لله رب العالمين لكن نحن فعلا من حاجة قلوب تطلع لأطفال رستهم بحاجة آذان صاغية تحس أنه هناك ناس تحت القصف من أربع سنوات مقطوع عن عالم الخارجي يعني يعيش ظروف حياة استثنائية بتاريخ استثنائي بفترة استثنائية أخي الكريم يعني عمالي أثر عليهم ويأثر على الأمهات يعني حتى صار في عند الأمهات إذا كان عندهم برده صار في تشفاف بالحليب انقطع الحليب من أزداء الأمهات بسبب الخوف والرغب صار في عندنا أمراض عندي تأطفال سلاسل البول والاضطرابات النفسية أيضا نتيجة الواقع نحن في فلذلك الدعم مقطوع نحن نتمنى أن يكون الناس تطلع على أطفال رسلهم تحسب أنه هذول أطفال أولادهم وهذول الأمهات خواتهم وهذول معاقين أبناؤهم فهنا شو بتمنوا الأولادهم شو بتمنوا الأخواتهم من الخير أنهم فعلا يقدمون نعم في هذا السؤال الذي أود أن أسأله إياكم ما هي علاقة المكتب مع الحكومة المؤقتة والإتلاف الوطني أخي الكريم أنت قلت جملتين أنهم الحكومة المؤقتة والإتلاف أنا أتمنى أنهم الذين ذكرتهم يتطلعوا على حالهم بالمرأة ويشوفوا حالهم هل يترى أنهم يرضوا لأطفال ونساء وقارب يعيشوا العيش الذي نحن عايشين بالداخل السوري هل يترى يتمنوا الصفرة التي ما دينا بكل الفنادق وكأنه هلأ نحن بوقت فقط طعام ونقعد بالفنادق وتحت الكونديشن وناسين ومتناسين ناس تحت الحصار بالليل الحصار تحت القصف والطيران الليل مع نهار بخوف أنا متأكدة ما بس الرستان ما استفادت منهم كل سوريا ما استفادت منهم فقط عنا اسم بدون محتوى يعني حكومة وقعة اعتلاف كلها عبارة عن اسماء بدون محتوى عبارة عن ناس يعملون لجيوب ولمصالح الشخصية أكثر مما يعملون للناس الذين بداخلين من الجوة هن يعملون للناس الذين موجودين في الداخل السوري فقط بشغلة وحدة انه مستفيدين من دماء أطفالنا مستفيدين من دماء شهدائنا مستفيدين من آنين المعتقلين مستفيدين لأنا عددتهم وما بعرف بعد شو هيعملوا بهدر المصالح أما نحن ما استفدنا شيء لا مكتبي لا الجماعيات الموجودة في مدينة رستان لا الناس الموجودين في سوريا فقط محسوبين علينا لا بل هم أنا بحملهم هن اللي خلوا تأخر النصر بسوريا هن اللي خلوا العالم يفكر انه نحن منقسمين على نفسنا نحن ما في عنا معارضة معتدلة هن اللي خلونا خلوا العالم يمكن انه يضطل حتى يدعمنا يعني يفكر يدعمنا بقول في اتلاف وفي حكومة بس هن ما يفكر انه هدول ما فكروا فينا لا سياسيا ولا مدنيا ولا غاثيا ولا عسكريا فأنا هدول يعني والله بتمنى بس يطلعوا على نفسهم ويستحوا ويقولوا في عنا اطفال عم ينشير الاشلا في عنا اطفال في مدينة الرستن ما لقين اكفان لقلهم في عنا اطفال بمدينة الرستن وبسوريا ما لقين اجزاء اشلا يعني بدنا طفل اجت الطيارة قصفته ما لقين جزته موجود على الحيطان واكبر دليل حتى بمكتبنا يعني هذا المكتب اللي احنا موجودين فيه انقصف بطيارة بصاروخ فراغي رفيقنا استشهدت فيه رأسا مفصل عن جسمها يعني هنما فكروا ابدا ابدا هدول انه بشري يفكروا فينا ابدا ابدا انه عم متعاملوا مع ارقام مع دولارات بالجيوب ما عم متعاملوا انه احنا بثورة وانه لازم يفكروا بالناس الموجودين بالداخل انا بحملهم كاملة المسئولية عن الوضع اللي نحنا عايشين وعن تأخر نصر بسوريا وعن تأخر فضيتنا لا الاعتلاف ولا للحكم المواقصي ومجلس محافظة حمص مجلس محافظة حمص الاخوة مشكورين باعتقد انه هنه ايضا في عندهم ظروف خاصة لالهم مع نماني على الطلافية لكن لم نستفيد ايضا كثيرا من المجلس محافظة حمص المجلس رسنا تحديدا انا بالمكتب بفضل من الله سبحان تعالى قدرت درنا انه احنا ناخد منهم مرتين فقط حليب مرتين بخار اربع سنوات او خمسة سنوات ثورة باعتقد يعني مسألة في الى عشرين اشارة استفهام في الى عشرين رسالة حنقول ماعتب حنقول رسالة حب من خلال نقول يا اخواتنا يعني نحنا وياكم نحنا اكتر شي حمص والرستن اكتر شي المتضررين بالثورة السورية من اول المدن والمحافظات اللي قمنا واولادنا ونسائنا هن اكتر الناس اللي عانوا فأنا بتمنى يكون مسؤوليتهم واهتمامهم بالريف اكتر بتمنى يكون قلوبهم لاننا ومعنا اكتر بتمنى انهم يقولوا هدو اطفالنا هدو المعاقين ياريت نتطلع عليهم اكتر هيا رسالتي لالهم عهدت علي منهم الخير شفت منهم الخير لكن انا بتمنى ان يكون الخير اكتر لان انا بعرف لما هناك ارادة ستكون هناك طريقة يعني انا تعلمت انه نحن وانتو اخوة واهل فانتو شو بتحبوا لأهلكون انا بتمنى انكم تحبوا لأنا وان شاء الله منهم نحن نلقي الخير لانهم هن نبع الخير اهل حمص هن دائما وابدا اهل الخير ونحن بعمرنا ما كنا غير نحن واهل حمص واحد فكيف المجلس محافظة حمص نحن دائما دقا حتى مصر او الشهادة ان شاء الله ما هي الكلمة الأخيرة التي تواجهها لانسمها ايوب ولمن الكلمة الكلمة الاخيرة التي احب وجهها انا في عمدي كلمتين كلمة الناس السوري وكلمة الناس الموجودين بالخارج السوري الكلمة التي يقول للناس السوري اخواتي خواتي ابائنا امهاتنا اطفالنا الله يعطيكم عافي الله يبارك فيكم على هذا الصبر لأنتم صابرينه وإن شاء الله يا رب كل لحظة إحنا بقيانين فيها في سوريا هي عبارة عن رفع درجات لإنا هي عبارة عن قرب من الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن جهاد هي عبارة عن طريق للخير إن شاء الله بدي منكم إنه نحن مصدر نحن فعلا أقسمنا سورتنا سورة حق وقلنا من أول يوم ما إننا غيرك يا الله هالكلمة هاي أنا بتمنى تضل بقلوبنا تضل بأفعالنا ما بيهمنا العالم البرة شو بيقولوا ما بيهمنا الناس شو بيفكروا ما بيهمنا إنه نقولوا في نصر ولا ما في نصر أمننا بأله كتير كبير رح ننتصر شاء من شاء أبا من أبا لكن بدي صبر وبدي تصبر الله يعطيكم العافية للجميع وقبل إياديكم وقبل جباهكم على هذا الصبر لإنتوا صابرينه لأنه فعلا نحن على مر التاريخ البشري ما في حدا صبر قد الشعب السوري وخاصة اللي بالداخل فأنا بيتمنى يا رب إنه يكون لإلكم كل رفع درجات وجهاد في سبيل الله لنحسبوا الله سبحانه وتعالى عنده ويقبل مننا ومنكم هذا الصبر الله سبحانه وتعالى ويبشرنا ويفرحنا بهذا الصبر بإنه يكون هناك نصر وسيكون بإذنه تعالى هاي رسالتي للداخل إنه نتحملوا ويتصبروا رسالتي للخارج للخارج أنا برجع بقول إنه الناس اللي أول شي كمان تنقسم لقسمين الناس اللي بيقربونا اللي هني أبنائنا وأهلنا الناس السوريين اللي يطلعوا من سوريا سواء من رستان أو من من كافة أنحاء سوريا وطلعوا لبرة أنا بتمنى منكم إنكم ترجعوا تفكروا وإنتوا طلعتوا وما يكون عم تعيشوا الأشياء إنه نحن عم يعيشها لكن يا ترى حسوا فينا وقولوا في إنا أهل لحتى نساعدهم لحتى ندعمهم لحتى نبعتهم لحتى نأهزرهم أنا بتمنى إنكم تتذكروا إنه فيه لكم أهلهم برة جوا للناس اللي هني العالم كليته أنا بتمنى منهم إنهم فعلا يفكروا بالمعاقين يفكروا بالأطفال يتطلعوا علينا بقلوب رحيمة هني دائما الإنسانية موجودة وإن شاء الله ستبقى والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخير باقم في وفي أمتي إلى يوم القيامة نرجو من قلوبكم نرجو منكم النظر إلى أطفالنا إلى معاقنا بما ترونه أنتم أهلا له على مبدأ كل يعمل على شاكلتك فإن كانت شاكلتكم الرحمة والعطف والإنسانية انظروا إلينا بإنسانيتكم لأن أطفالنا ومعاقينا وكل من في الداخل بحاجة إلى هذه الإنسانية نعم في سؤال فضولي أنت امرأة كيف تقوم بالعمل ما بين المنزل والمكتب والله أنا هذا السؤال هل أفاجأتني فيه للحقيقة وللصدق مشان يعني أن أكون صادقة مع نفسي ومع الآخرين أنا بالبيت ما عندي أعمل من تركي وأهلي والدتي سافرت على قطر أدنى أصاب خوف من الطيران فاخترنا أنه نحن مشان نحافظ على حياته لوالدتي بعتناها على قطر وأخواتي نصف موجودين يعني بالخارج ونصف هون معي فأنا عايش هون أنا ورفقتي بمنزل أهلي من أجل هاي الرسالة اللي أنا قلت من أول يوم أنه نحن طالما قمنا بهي الثورة يجب أن نتحمل يجب أن نتحمل ماذا تفرز الثورة فأفرزت الثورة أطفال جياع أطفال عرات معاقين بدون طبابة محتاجين كثيرين يجب علينا أن نقوم بواجبنا الدين والأخلاق اتجاههم فبقيت أنا هون برسل لمساعدتهم لذلك أنا بالبيت ما بيشتغل الله يعطيون العافية منهم بقدر بوجه رسالة لرفقاتي بارك الله فيهم كليتهم على اهتمامهم فيني أنا لحتى أنا أقدر إنجز هذا العمل وللشباب اللي بيشتغلوا كمان معي بالمكتب الله يعطيون العافية إنهم كمان هنم آزرين هذا العمل ومن أيضا لكل إنسان بمد يد مساعدة سواء إليه بشكل شخصي سواء للمكتب بشكل عام سواء لأي إنسان محتاج الله يبارك فيه بقدر بقول إنه اختصارا لإلهم مثل ما قال النبي سعوه سلام الجزاء الأوفى بارك الله بكم جزاكم الله عني كل خير لكل من يقدم مساعدة سواء شخصية أو عامة أيضا الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي كل الشكر أيضا لقناة الجسل الفضائية اللي أتاحت لي هذه السواعيات القليلة أني أنا أنقل هموم مدينة الرستان بمتاعبة من خلال معاناة أطفال ومعاقنة لعل وعسى نجد قلوب تسمع وآذان تصر نعم في نهاية هذا اللقاء نشكر الآن سامحة أيوب على حسن إصلافتها لنا كما نشكر أستاذ المشاهدين على حسن المتابعة من هذا المكان كان معكم أناس أبو عدنان مراسل قناة الجسل الفضائية مدينة حمص الله يبارك فيه